السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم والحلقة الاربعة وستين من مسلسل الخائن في الحلقة دي اسيل بتكون في اسم الشرطة والرائد بيقول لها الطارد ده جالك امتى فاسيل بتقوله مش عارفة بس هو جيه على المستشفى وان مايا المساعدة بتاعتها هي اللي جابتهلها فاسيف بيقول اظن من الواضح دلوقتي ان في واحد مريض بيرايب اسيل فالرائد بيقول لها فحصنا كل الكاميرات ومفيش ولا واحدة جايبة بيتك فاسيف بيقوله من فضلك استعجل لان ممكن اسيل تكون في خطر فالرائد بيقوله احنا بنعمل اللي علينا فالرائد بيسألها شكة في حد لكن اسيل بتقوله لا فبيقول لها حصل هجوم من شهرين على بيتي مفيش اي سور للمجرم ولا تعرفي هو مين فاسيل بتبص لسيف وبعدين بتقوله لا ما عرفش وسيف بيقول للرائد ان هما لازم يحطوا عليها حراسة لكن اسيل بتقوله مفيش داعي لان يازم كده هيقلق فالرائد بيقولهم ان هو هيبلغ كل الدوريات ومش هيقدر يقرب ابدا فبيشكروه وبيمشو وبعدين سيف بيقول لها ارتحتي يا اسيل فاسيل بتقوله ما كانش ناقصني غير ان انا اجذب على الزابط تخيل لو كنت قلت له عليك انت وسامر كان ايه اللي هيحصل في القضية فاسيف بيقول لها انا اسف فاسيل بتقوله ان الكل بيضغط عليها وان هي محتاجة تتنفس فبيقول لها بتفكري في ايه فبتقوله في حاجات كتير اولا انا متهمة في قضية ماليش علاقة بيها واتفضحت في الاعلام وخسرت شغلي وكمان فوق كل ده المشفى عايز يعرف الناس كلها ان هم تردوني ومستقبلي غامض وعندي ولد لازم اخلي بالي منه دول كفاية ولا تحب اعدلك فاسيف بيقول لها تحب نقعد في مكان ونتكلم لكن اسيل بتقوله انت بتهزر الناس كلها عيونهم علينا وبعدين بتسيبه وبتمشي وبعدين سيف بيتصل على جمانة وجمانة بتكون مع ايمن وشكلها مش في وعياها فايمن بيقول لها تليفون كبيرين مش هتردي فبتقوله لأ فايمن بيقول لها ان هي هتفضل معا النهاردة لانه مش هينفع يسيبها لوحدها فجمانة بتقوله انت انسان رائع لكنك بتدور في المكان الغلط وبعدين بتحضنه فايمن بيقول لها طيب يلا اركبي السيارة وسيف بيفضل يتصل وبيكون متضايق جدا وبعدين داني بيروح على بيت نادين وبيفضل يخبط على الباب لكن محدش بيفتح واسيل بتوصل في الوقت دا وبتشوف داني فبيسلمه على بعض وبتقوله كنت عند نادين فبيقولها ان هو ملقهاش فبتقوله ان هي عندها وقعد معيزا علشان كنت في اسم الشرطة فداني بيقولها ايه اللي حصل فبتقوله تفضل ونتكلم جوه فداني بيدخل معاها ونادين بتسلم عليه وفي نفس الوقت داني بيشوف الفيديو وكمان الرسالة لبعد الفيديو فنادين بتقول مين اللي عمل كده بجد دا مش طبيعي فاسيل بتقول وانا كمان مستغربة فداني بيقول اللي بعت الفيديو عايز يثبت براتك لكن المشاهد دي قديمة وكمان الفيديو ملعوب فيه فاسيل بتقوله ممكن اسألك سؤال فبيقولها تفضلي فبتقوله هو ممكن الشرطة تفكر ان انا اللي عملت الفيديوهات دي لكن داني بيقولها لأ وهم اكيد هيفحصوا الفيديوهات فاسيل بتشكره فداني بيقول لندين عايز اتكلم معاك برا لكن اسيل بتقولهم خليكوا هنا وانا هطلع ليازا وبعدين داني بيعتذر لندين وبيقولها انا اسف على حصل فندين بتقوله مفيش مشكلة وان هي اصلا مش بتفكر في الموضوع لانها عارفت ضغوطات اللي هو فيها فداني بيقولها ان هو بيحبها عشان البراء اللي فيها وفي الوقت اللي هما بيتكلموا فيه داني بيلاحظ ان في حد برا البيت فبيقول للندين مش عايز اكتخافي وقفلي الباب ورايا وبيسيبها فبيطلع على برا ونديم بتفضل تقوله فيه ايه وفاروق اول ما بيشوفه بيمشي لكن داني بيطلع السلاح وبيقوله شرطة وبيطلب منه ان هو يقف ففاروق بيخاف جدا فداني بيقوله انت بتعمل ايه هنا فبيقوله ان هو كان مريد عند الدكتورة اسيل وانه كان عايز يتطمن عليها وبعدين داني بيوري الاسيل وبيقولها ان هو كان بيلف حوالين البيت فبيتقوله ان هو كان مريد عندها وانه دلوقت جارها وبيحب يتمشى بالليل فداني بيقوله لو عايز تطمن عليها كنت خبطت على الباب وبعدين داني بيقول ان هو هيمشي فنديم بتقوله استنى جاية معاك وبعدين الاتنين بيمشوا وبعدين فاروق بيقول لأسيل اكيد زعلتي على اللي حصل لتيا زينا وبيطلع السورة بتاع التيا وبيقول لها ان هو ومراته وزعه تلتمية منها ومتأكد ان هم هيلقوها في قارب وقت وبيطلب منها ان هي ما تزعلش نفسها لان الملايكة هتزعل فأسيل بتقوله تصبح على خير وبتقفل الباب وبعدها عماد بيشوف الاخبار وبيعرف الخبر بتاع سيف وان هو كان في بيت أسيل وكمان درب صحفي وبيشوف كمان الفيديو بتاع سيف وأسيل فبيتداق جدا وبيروح لسيف وبيقوله طبعا قاعد ولا على بالك وتيا راحت من قدامك وده اللي انت كنت عايزه فسيف بيقوله هو انت مفكر ان انا مبسوط باللي حصل فعماد بيقوله انا شفت الفيديو بتاعك وانت عنده أسيل وقلت لها ان انت ندمان ومش عايز ترجع على البيت فسيف بيقوله فعلا انا قلت الكلام ده لكن مهما كان دي ام بنتي ومستحيل اتمنى يحصل لها حاجة وحشة فأماد بيقوله لما بنتي ترجع هتطلقها ومش هتدخل البيت ده تاني فسيف بيقوله ان هو مش هيدخل البيت لان الشرطة خلاص خلصوا تحقيق في البيت بتاعه وهياخد زنب وهيروح على هناك فأماد بيرفض وبيقوله مش هتاخد حافتي على اي مكان فسيف بيقوله يعني البنت من غير امها وكمان عايزها تكون من غير ابوها في ان انسانيتك وعالعموم زنب هتفضل معايا تصبح على خير وطبعا عماد بيكون متضايق جدا من الكلام اللي قاله سيف وبعدين قاسيل بتطلع ترمي الزبالة وبتلاقي تيا قدامها وبيكون شكلها مضروب وتعبانة وبتيجي تجري فقاسيل بتجري وراها وبتمسكها وبتقول لها ان هي لازم تروح المستشفى فتيا بتقع في الارض ويزم بيجي وبيقول للاسيل انت قتلتيها والناس كلها بيتجمعوا وبيفضلوا يقولوا الاسيل انت اللي قتلتيها واسيل بتفضل تقولهم ما عملتش حاجة وفي الوقت ده اسيل بتقوم من النوم وهي خايفة جدا وتاني يوم الصبحة اسيل بتقرى الاخبار وبتلاقيهم كاتبين عنها وعن القضية بتاع التيا وكمان سيف في نفس الوقت بيشوف الاخبار وبيكون متضايق من الكلام اللي الصحافة كاتبينه واسيل بيجي لها مكالمة من هيبة وبتطلب منها ان هم يتقابلوا وبعدها جمانة بتصحى من النوم وبتكون في بيت ايمن فبتمسك التليفون وبتشوف الرسالة بتاعت سيف وبعدين بتطلع لأيمن وبتقول له صباح الخير وبتقول له شكل ينمت كتير فبيقول لها ان هي كان شكلها تعبان علشان كده مرضيش يصحيها وبعدين بيجهز لها الفطار فجمانة بتشوف الاخبار وبتلاقيهم عاملين مكافأة مليون للي يلاقتيها وبعدها عماد بيطلب من الشغالة ان هي ترمي الجرايط في الزبالة وما تخليش نورة تشوفهم فبتقول له حاضر وبعدين نورة وداني بيكونوا قاعدين على الفطار ونورة بتفضل تلعب مع زينب وبعدين عماد بينزل على الفطار وبيفضل يهزر معها هو كمان وسيف في الوقت ده بيجي وبيقول للرنة ان هي تجهز الاغراض بتاعت زينب علشان هيمشوا فنورة اول ما بتسمع كده بتتخض وبتقول له انت هتاخدها على فين فبيقول لها ان الشرطة خلصوا في بيته وانه لازم يرجع على هناك طبعا نورة بتتدايق وما بتكونش مصدقة وبتقول له ان هي مش هتقدر تعيش من غيرها وبتفضل تترجوه ان هو يخليها معاها وفي الوقت ده الشرطة بتيجي عندهم وبيكونوا عايزين عماد فنورة بتقول اكيد في اخبار عن تيا وبيخرجوا كلهم على برة فعمد بيقول لهم في اخبار عن بنتي لكن بيقولوله لأ فبيقول لهم طب عايزيني ليه فبيعرفوا ان سامر مش تكي عليه فنورة بتقول كان ناقصنا ده كمان وبتسيبهم وبتدخل فعمد بيقول لهم ان هو هيجي وراهم وفي نفس الوقت سامر بيبعت رسالة لسيف وبيقوله ان هو يقابله في العنوان ده وفي مشهد تاني اسيل بتروح وبتقابل هيبة وبتسألها عاملة ايه وبيفضلوا يتكلموا وبعدين اسيل بتقول لها كنت عايزاني في ايه فهبة بتقول لها ان اكبر مساعدة هتعملها ان هي تبعد عن الجمعية لان بعد اللي حصل محدش متقبل ان هي تكون موجودة طبعا اسيل وبتتداق لما بيصمع كده وبتقول لها كنت تنفكره ان الجمعية دي معمولة للستات وان ان انت اول واحدة هتوقفي جنبي وعموما بتمنالك النجاح في اللي جاي وبتشكرها وبتمشي وبعدين اسيل بيجي لها مكالمة من امل فاسيل بتقولها ان هما طردواها من الجمعية طبعا امل بتتفاجئ بتقولها ان هما هيندموا بعدين لكن اسيل بتقولها وهيفيد بايه وقتها وبعدين بتقولها كنت عايزان في ايه فامل بتقولها انسيف كان عندهم وطلب المساعدة من سامر فأسيل بتستغرب وبتقول لها مساعدة ايه فأمل بتقول لها ان هو يساعده يلاقي تيا علشان يبعدك عن اي مشاكل وبعدها سيف بيكون مع سامر لكن سيف بيكون مستغرب وبيقوله ايه اللي هيجيبها هنا مش معنى ان في واحدة شيك وحلوة جات هنا تبقى تيا فسامر بيقوله انت عندك حل تاني خلينا نشوف وبعدين بيدخلوا على محل الانترنت وسامر بيوري الراجل الصورة بتاعت تيا وبيقوله ما شفتهاش لكن صاحب المكان بيقوله لأ وبيكون فيه شاب قاعد وبيقوم يمشي فسامر بيقوله ما شفتهاش فبيقوله لأ وبيطلع يجري فسامر وسيف بيطلعوا يجري وراه وبعدين سامر بيمسكه وبيضربه وبيقوله وديت تيا فين فالشاب بيقوله ان هو ما يعرفهاش فسامر بيقوله ما اللي تلعت تجري فبيقوله ان هي طلبت منه خدمة وعملها لها فسيف بيخنقه بيقوله هقتلك لو ما قلتش وديت تيا فين فالشاب بيقوله ان هو اصلا ما شفهاش لكن المساعدة بتاعتها هي اللي طلبت منه يعدل على الفيديو فسيف بيقوله يعني انت اللي نشرت الفيديو على الانت فسيف بيجي يضربه لكن سامر بيقوله ان هم هيخدوه على الاسم والشاب بيترجوهم لكن فعلا بيخدوه بيودوه على مركز الشرطة وبعدها اسيل بتكون في السيارة وشكلها حزين جدا وبتفكر اليوم اللي ضربت فيه تيا على وشها وبعدين بتروح وبتعود قدام البحر وبتكون متضايقة من كل اللي حصل وبعدها سيف وسامر بيوصلوا على المركز بتاع الشرطة وسامر بيشوف عماد وبيقوله خط اخلاق سبيل فعماد بيقول للسيف انت ايه اللي جايبك معاه فسيف بيقوله ان سامر لقى الشاب ده والشاب ده تواصل معتي قبل ما تخطفي بيوم فعماد بيتعصب وبيمسك الشاب وبيقوله عملت ايه بنتي فداني وسيف بيبعدوه عنه وبعدين داني بيطلب منهم ان هم يدخلوه لجوه واعماد بيكون عايز يحضر معاه التحقيق لكن داني بيرفض فعماد بيقوله ان هو هيفضل برا لحد ما يشوف ايه اللي هيحصل معاه وبعدها نورة بيجي لها مكالمة من هالة فهالة بتقول لها لازم تعرفي اللي حصل احنا اخدنا قرار وهيبة طردت اسيل من الجمعية فانورة بتقول لها لو كنتوا عملتوا كده من الاول ما كانش تيحصل لها حاجة وبعدين بتقفل معاها فهالة بتقول للهيبة كنت عايزة فرحها لكن هيبة بتقول لها هي في ايه ولا في ايه معقول يعني هتركز في حاجة زي دي وبعدها نادين بتكون قعدة وبيجي لها تليفون من اسيل واسيل بتطلب منها ان هي تاخد يزن وتخرجه لانها تعبانة وعايزة ترجع البيت وتنام ومش عايزة يزن يشوفها وهي كده فانا دين بتقول لها طمينيني عليكي لكن اسيل بتقول لها هبقى كويسة ودي كانت سريعا احداث الحلقة الاربعة وستين من مسلسل الخائن استنونا في الحلقات الجاية ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس